وقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات وشركاء من القطع الخاص اليوم الثلاثة بمدينة المديق وقعوا اتفاقية شركة لأحداث صندوق خاص للتمويل وتطوير التكوين والرفع من مستوى المواهب الصعيدة ويأتي هذا القرار تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس الداعية إلى إرساء حكامة جيدة وتبني مبدأ الشفافية وإطلاق الاستثمارات في البنيات التحتية والعنصر البشري تروم دعم المجهود المبذول على المستوى الوطني من أجل تطوين كرة القدم والتميز في هذا المجال الرياضي الهام وترتكز هذه المبادرة التي تقوم أيضا على التزام مشترك لتطوير كرة القدم المغربية على العمل سويا بين الشركاء من أجل تطوير وتحديث مراكز التكوين المتواجدة بالمملكة المغربية وتعزيزها بتجهيزات عصرية يتم تدبيرها بطريقة احترافية وخبرة تقنية دقيقة